في الآية يا شيخ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان نعم إذا جرى على لسانه الحلف من غير قصد هذا لا حكم له ولا يؤاخذ الله عليه لأنه لم يعقده وإنما جرى على لسانه مثل قوله لا والله وبلو الله في أثناء حديثه أما إذا حلف بالله قصدا الحلف فإنه يجب عليه الصدق والوفاء بما حلف عليه نعم